تيمون اه 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 تماغي ايه ده ايه المكان الغريب اللي احنا فيه ده ايه ده احنا احنا في الوكالة الفضائية الحديثة كانوا طالبين ناس اسكية عشان يشتغلوا وبعدين بعد ما انا ضربتك بالقولة على طول وانت وقعت مندوبين جم وخدوك ايه هما عايزين ناس اسكية جابين احنا ليه بقى الحمد الله على السلامة يا صاحبي ايوا كده يا اخي قلقتيني يا اخي بهم بقى انا مش فاهم حاجة خلص من اللي بيحصل ان اللي مينة اللي فاتوا دول كأنهم وقعوا من ذاكرتي تماما هو ايه اللي حصل احسن 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 عنينا ما افتكرناهم يا اخي دي كانت غمة والله كانت غمة وانزحة تيموني انت كنت ذاكي يا حبيبي تكنت بتقول كلام صح انا؟ ايوا يا ساتري يا رب هو ها يكون ازيت حد في ليمينة اللي فاتوا دول لا 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 ازيتش الحمد لله ان انا أجاد فيه ازيتنا بس بس الحمد لله الاوضاع تصحح اللهم ألف الحمد والألف شكر حالش انا متؤسف لا 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 متؤسف جداً مقت ازيتك ليمينة اللي فاتوا دول لا نفيش حاجة بص في واحد من الوكالة جايهو لما ييجي بقى لو سألك اي سؤال ما تردش حاجة بقى اجابات عيمة كده مفيش حاجة تتمسك عليك يعني لا بالإجاب ولا بالرفض لا بالنفي ولا بالقبول رد حاجات عائمة علشان ما نتنسكش علينا سير خير معاكم الرائد نجم الدين أيمن من موكالة الفضائية الحديثة أهلاً وسهلاً سؤال بسيط يا مستر تيمون وده ناتج عن شغفي بمقابلة عقلية فزة زيك ايه آخر إنجازاتك الفضائية؟ ما أنا؟ ما آخر إنجازاتك الفضائية؟ والله هي الحمد لله الحمد لله الله فعلاً إجابة زكية ما تجيش غير من عقل زكي زيك لأنك ببساطة كنت ممكن تقول إيه آخر إنجازاتك الفضائية وساعتك كنا نقول عليك مغرور صح ولا مش صح صح ولو ما كانتش قال آخر إنجازاتك الفضائية كنا نقول علي إيه؟ أبيض وملوش فيها صح لكن ده إجابة فعلاً زكية وهو ده دايماً إلا أنا في الوكالة بحب معلش أنت مين؟ هم؟ أنت مين؟ آآ أنا مدير مخم إيه؟ مش الفنانين بيباليه مدير أعمال العلماء والعبقريين ليهم بقى مدير مخبي يرتب لهم الأفكار أنا كل حد وتلاب برتب بشير للأفكار ولما تحتها وأرجع الأفكار مكان عشان فيه زخمة